اهلا بكم معاكم نسري من قناة هند ميت كروشيه النهاردة هنعمل مع بعض سويتر لقطة او كلب حجمه الصغير الحقيقة كان لازم ما ننسومش في الجو السقعة ده فقلت اعمل حاجة تدفيهم هو فكرته سهلة وبسيطة بتعمل من مربع الجراني ومش هنحتاج اي ادوات خلص غير زرارين خشب وهنعمل الرقبة من غرز البليسي زي ما احنا شايفين كده اتمنى يا رب ان هو يعجبكم وتنسوش بقى تعملوا لايكات كتير على الفيديو واللي ما اشتركش فيه القناة ياريب دي يشترك فيه القناة ويفعل زرار الجرس عشان يوصل له كل الفيديوهات الجديدة انا هشتهل بخيط كرمة هو خيط جنجا وهستخدم ابرة رقم خمسة ابتدي اعمل الماجيك سيركل بالشكل ده كده وهارتفع تلت غرز سلسلة تلت غرز دول يعتبروا اول عمود بلفة معايا وبعد كده هشتغل كمان عمودين بلفة بالشكل ده يبقى توتل العمويد اللي عندي تلت غرز عمود بلفة اشتغل وراهم غرزة سلسلة وهارجع في نفس الحلقة تاني بتاعة الماجيك سيركل اشتغل تلت عمويد بلفة بالشكل ده كده وراهم غرزة سلسلة وهكرر تاني ارتفع تلت عمويد بلفة تاني بالشكل ده وراهم غرزة سلسلة وهشتغل اخر تلت غرز عمود بلفة بالشكل ده وهديق الحلقة بتاعة الماجيك سيركل بيبقى انا كده معايا اربع مجموعات من العمويد ما بين كل مجموعة والتانية في غرزة سلسلة هبتدي انهي السطر الاولاني ما نساش الغرزة السلسلة وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده يبقى انا كده نهيت اول سطر معي انا عايزة اشتغل او ابدأ السطر التاني من عند الغرزة السلسلة هنا فهبتدي ادخل غرز منزلقة لغاية لما وصل للفراغ بتاع الغرزة السلسلة بالشكل ده كده عشان هبدأ السطر الجديد من عند الفراغ ده وانا طبعا زي ما انا قلتلكو هعمل مربع جراني فانا هبتدي اعمل اول ركن هرتفع تلت غرز سلسلة وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل عمودين بلفة يبقى ده كده التوتل تلت غرز عمود بلفة وغرزة سلسلة وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل تلت غرز عمود بلفة بنفس المكاني بانا كده عملت آآ الركن الاولاني وبعد كده هدخل على طول في الفراغ بتاع الغرزة السلسلة اعمل الركن تاني اللي هو تلت غرز عمود بلفة غرزة سلسلة وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل تلت غرز عمود بلفة بالشكل ده كده بقى انا عملت الركن التاني وهبتدي اكرر كمان هدخل في الفراغ اللي بعده اشتغل الركن التالت تلت غرز عمود بلفة غرزة سلسلة وهرجع في نفس المكان هشتغل تلت غرز عمود بلفتين بالشكل ده كده وهدخل في الفراغ الاخراني بتاع الغرزة السلسلة هعمل اخر ركن وهبتدي ان انا انهي السطر في تالت غرزة سلسلة بغرزة منزلقة يبقى انا كده نهيت السطر التاني وده كده شكلها بعد كده انا هبدأ السطر التالت من عند برضو الغرزة السلسلة هنا فهبتدي ادخل بغرز منزلقة لغاية لما اوصل للفراغ بتاع الغرزة السلسلة بالشكل ده وهبتدي السطر التالت برضو هعمل اول ركن هرتفع تلت غرز سلسلة دول اول عمود بلفة وهشتغل كمان عمودين بلفة يبقى كده التوتل تلت عمويد غرزة سلسلة وهرجع في نفس الفراغ تاني هشتغل تلت غرز عمود بلفة بالشكل ده كده وبعد كده هدخل آآ ما بين الركن ده والركن ده هو في هو فراغ بس هو ما فيهوش غرزة سلسلة ولا حاجة هدخل فيه اشتغل تلت عمويد بلفة بالشكل ده كده وهبتدي اقرر تاني هدخل فيه الفراغ بتاع الغرزة السلسلة اعمل الركن التاني آآ انا كده اشتغل تلت غرز عمود بلفة غرزة السلسلة وهرجع في نفس المكان تاني اشتغل تلت غرز عمود بلفة وهكرر هدخل ما بين الركن ده والركن ده اشتغل تلت غرز عمود بلفة بالشكل ده كده وهكرر كده هدخل فيه الفراغ ده اعمل الركن التالي التالت وهكرر كده لنهاية السطر وارجع لكم انا كده وصلت لنهاية السطر آآ فاضل ان انا هقفل السطر في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده هكده شكله معي وهبتدي ان انا اكرر عايزة اشتغل من عند الفراغ بتاع الغرزة السلسلة فهدخل بغرز منزلقة لغاية لما وصل للفراغ وهبتدي اعمل اول ركن معي هرتفع تلت غرز سلسلة وهشتغل كمان اتنين عمود بلفة يبقى توتل تلت عموين وراهم غرزة سلسلة وهشتغل تاني تلت غرز عمود بلفة وهبتدي ان انا اشتغل في الفراغ اللي بعد الركن على طول تلت عموين بلفة بالشكل ده كده وهدخل في الفراغ اللي بعد التلت عموين هشتغل كمان تلت عموين بلفة بالشكل ده كده وهكرر بقى هدخل عند الغرزة الفراغ بتاع الغرزة السلسلة اعمل الركن التاني تلت غرز عمود بلفة غرزة سلسلة وفي نفس المكان هرجع اشتغل تلت غرز عمود بلفة بالشكل ده كده انا هكمل كده لنهاية السطر بنفس الطريقة طبعا مربع الجراني كلنا عارفين بنشتغله ازاي يعني انا في السطر اللي فات كان عندي مجموعة واحدة من التلت عموين ما بين الركن ده والركن ده السطر اللي بعد كده اللي هو ده بقى عندي مجموعتين ما بين الركن ده والركن والركن ده السطر اللي بعد كده هيبقوا عندي تلاتة يعني انا هشتغل اه هنا تلت عموين بلفة وهنا تلت عموين بلفة وهنا كمان تلت عموين بلفة فطبعا كل سطر اه بيكبر معي انا هشتغل كده بنفس الطريقة وهرجع لكم طبعا انتو بتعملوه على حسب المقاس اللي انتو عايزينه اه سواء قطة او كلب صغير يعني اه بتقيسوا عليه فانا اه هشتغل وارجع لكم انا بالضبط عملت كام اه سطر و اه نكمل نشوف هنعمل اه بقيت السويتر ازاي انا كده اشتغلت اه اه الحجم بتاع المربع اللي انا عايزاه اشتغلت احداشر سطر طبعا اه انت هتشتغلي المقاس اللي انت اه محتاجاة اه هبتدي بعد كده هعمل حوالين المربع كله اه كنار من غرز الحشو انا هاجي هنا عند المكان اللي انا اه قفلت اه عنده اه في تالت غرزة سلسلة هاجي ارتفع غرزة سلسلة وهدخل في نفس المكان اشتغل غرزة حشو في الغرزة اللي بعد كده اشتغل برضو غرزة حشو انا كده اشتغلت في التلات عمويت كل غرزة غرزة حشو هاجي هنا عند الفراغ بتاع الغرزة السلسلة اشتغل في برضو غرزة حشو وهكمل كده في كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده كده يبقى انا كده هشتغل بنفس الطريقة حوالين المربع كله في كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو والركن بتاع المربع هشتغل عند الغرزة السلسلة غرزة حشو زي ما انا عملت هنا كده هكمل كده بنفس الطريقة حوالين المربع كله وارجع لكم. انا كده وصلت لنهاية السطر وهقفل هنا في اول غرزة اه غرزة حشو انا هنا عملتها بالشكل ده كده وهبتدي انهي السطر بتاعي واقطع الخيط بالشكل ده كده بالشكل ده كده بعد ما انا خلصت القنار بتاعي وقفلت آآ نهيت يعني الخيط هبتدي ان انا اختار اي جنب علشان هعمل منه اللسان اللي انا هركب فيه آآ عروة يعني ويبقى الناحية التانية هيبقى فيه زرار هبتدي اشوف بالزبط فين النص بتاع المربع آآ او نص الجنب ده احنا هنبدأ من هنا ادي كده نفترض كده ان هو ده النص فانا هاجي هنا عند الغرزة دي بالشكل ده كده اهو دول كده التلت غرز المفروض اهو واحد اتنين تلاتة هاجي كده اشوف آآ كده دول تلاتة هاخد هنا غرزة يبقى اربعة وهنا كمان غرزة يبقى خمسة احنا قلنا ادي كده واحد اتنين تلاتة ادي غرزة ودي غرزة كده يبقى كده خمسة وهيجي اخد كمان غرزة من هنا هشتغل مسلا في الست غرز اللي في النص اهو بقى كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهشتغل كمان في الستة وهو كده تقريبا ده كده هيبقى النص بتاع الجنب كده اهو بالشكل ده كده هبتدي بقى اجيب آآ الخيط وهوصله مكان ما انا حطيت المركر اهو وهبتدي ارتفع غرزة سلسلة وهدخل في نفس المكان اشتغل غرزة حشو والخمس غرز الورا بعض هشتغل في كل غرزة غرزة حشو يا كده واحد اتنين تلاتة حاول انظف الخيط وانا بشتغل اربعة خمسة ستة بالشكل ده كده وكده تقريبا نتأكد ان هو تقريبا ده النص بتاع الجنب بعد كده هبتدي ارتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية وهشتغل في اول غرزة غرزة حشو وفي كل غرزة هشتغل غرزة حشو من الست غرز بالشكل ده كده وهرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل تاني وهدخل في اول غرزة غرزة حشو وفي كل غرزة هشتغل غرزة حشو هترتفع كده العدد اللي انت عايزاه هتشتغل كده لغاية لما توصلي لي المقاس اللي انت محتاجة على حسب طبعا مقاس القط بتاعك لان هو اللسان ده هيبقى من عند البطن فانت تشوفيه كده وهيتقفل بالناحية التانية بزرار انا كده ارتفعت اتناشر سطر من غرز الحشو هبتدي بعد كده في السطر اللي جاي اعمل تناقص علشان هعمل كمان بعد كده العروة بتاعتي فانا هرتفع غرزة سلسلة وهاجي اشتغل في اول غرزة هنا غرزة حشو بس انا مش هكملها عشان انا هعمل تناقص في اول غرزتين وهدخل في الغرزة اللي بعدها هسحب الخيط برضو مش هكمل هيبقى معي تلات حلقات هسحب وخرج تلات حلقات يبقى انا كده عملت تناقص اشتغلت غرزتين في غرزة واحدة بعد كده تالت غرزة هشتغلها حشوة عادي والربعة حشوة عادي هاجي في اخر غرزتين هعمل فيهم برضو تناقص بنفس الطريقة هدخل كده ومش هكمل وادخل في اخر غرزة ومش هكمل واسحب اخرج تلات حلقات كده بقى عندي آآ عدد الغرز بقوا اربعة هاجي بعد كده ارتفع غرزة سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية وهشتغل هنا دي تعتبر طبعا غرزة واحدة اللي انا عملت فيها تناقص هشتغل فيها غرزة حشو بعد كده هعمل العروة بتاعتي فانا هرتفع غرزتين سلسلة وهسيب الغرزتين اللي بعد كده وهاجي اشتغل في اخر غرزة هنا غرزة حشو بقى انا كده عملت العروة بالشكل ده كده وهبتدي ارتفع غرزة سلسلة واقلب الشغل تاني وهشتغل في غرزة الحشو الاولانية دي غرزة حشو الفراغ بتاع غرزتين السلسلة هشتغل في غرزتين حشو وفي اخر غرزة حشو هشتغل فيها غرزة حشو يبقى عدد الغرز رجعوا اربعة تاني ادي واحد اتنين تلاتة اربعة بالشكل ده كده اهو وبعد كده انا في نفس الوقت عايزة يكون اه وش الشغل بتاع غرزة الحشو ادي كده غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها حوالين المربع ده الوش بتاعها علشان انا هنزل برضو بغرز حشو هنا فانا محتاجة ان برضو اه ان انا السطر بتاع اللي انا انهيه هنا يكون على اه وش الشغل بتاع المربع انا كده هرتفع غرزة سلسلة وهدخل في نفس المكان او في نفس الغرزة هنا اهي اشتغل غرزة حشو وحوالين اللسان ده كله هشتغل غرز حشو بالشكل ده كده يجي هنا عند السطر ده اشتغل غرزة حشو اهو وعند برضو السطر ده غرزة حشو والسطر ده حشو اشتغل كده حوالين اللسان والمربع كله وهاجي اكمل حوالين المربع كله غرز حشو لغاية لما اوصل عند آآ اللسان تاني الجنب التاني بتاع آآ اللسان وارجع لكم انا كده اشتغلت حوالين المربع كله لغاية لما وصلت عند آآ اللسان تاني اللي انا عملته واشتغلت آآ برضو غرز حشو ونهيت بغرزة منزلقة وهبتدي ان انا اقطع الخيط وانهي الشغل بالشكل ده كده بالشكل ده كده انا كده خلصت آآ اللسان وده شكله انا بعد كده هو ده المفروض ان هو بيتلف آآ حوالين البطن كده المفروض ان انا هعمل الرقبة اخلي بالي ان الرقبة المفروض هعملها هنا يا في الجنب ده يا في الجنب ده لكن لو عملتها آآ في الجنب اللقصاد اللسان ده كده هيبقى غلط لان المفروض ان انا هنا هركب الزرار فلما هعمل الرقبة هعملها يا ام هنا يا ام هنا هاجي اجيب الخيط تاني اوصله زي ما احنا اتفقنا هعملها يا ام في الجنب ده او في الجنب ده فانا هاجي هنا عندي الركن بتاع المربع الغرزة آآ اللي انا كنت بعملها آآ غرزة السلسلة باشتغلت هنا فيها غرزة حشو وفي ايها السطر التانية غرزة حشو انا هعمل الرقبة ابتداءا من عند الركن هنا او غرزة الحشو اللي في الركن فهبتدي اوصل الخيط وما اجي اوصل الخيط انا محتاجة الحلقة اللي هي ناحيتي هنا ده وهنا او الحلقة دي الامامية والحلقة الخلفية فانا هوصل الخيط في الحلقة الامامية وهقول لكم ليه اهو دي بالخيط وابتدي اسحب الخيط وابتدي ارتفع غرزة سلسلة وانا عايزة اعمل آآ غرز بتاعتي حداشر غرزة ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر طبعا آآ هم حداشر بس بيبقى في غرزة ارتفاعية يعني هيبقى الغرز بعد ما انا اشتغل هيبقوا عشر هسيب اول غرزة وهشتغل ابتداءا من الغرزة التانية غرزة حشو وفي كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده كده عيبقى عدد الغرز عشرة تأكد من عدد الغرز اتنين اربعة ستة تمانية عشرة وهاجي بعد كده آآ ادخل في الغرزة آآ اللي بعد يعني هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها علشان خاطر انا لو اشتغلت في الغرز الورى بعض الجزء البليسيدا هيلم معايا وهيبقى شكله مصدري فانا هيجي اسيب الغرزة اللي بعد كده وهدخل في الغرزة اللي بعدها برضو في الحلقة اللي ناحيتي واسحب واقفل بغرزة من ظلق انا ليه بقى بقول لكم هنشتغل في الحلقة آآ اللي ناحيتي او الحلقة الامامية علشان هو بعد كده الرقبة دي هتتني بالشكل ده كده هتبقى متنية فآآ لو انا اشتغلت في الحلقتين مع بعض الجزء البليسيدا هيبقى آآ واقف كده بالشكل ده فانا مش محتاجة انا الشكل ده انا عايزا يبقى متني كده فعشان كده بشتغل في آآ الحلقة الامامية بس وابتدي هقلب الشغل وهبتدي اشتغل في كل غرزة غرزة حشو بس هشتغلها طبعا بطريقة غرزة فانا هشتغل في الحلقة الخلفية عشان تديني شكل غرزة هشتغل في كل غرزة غرزة حشو بس في الحلقة الخلفية وكده انا وصلت لاخر غرزة هرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية وارجع اشتغل في كل غرزة غرزة حشو في الحلقة الخلفية خلي بالنا ان دي آآ غرزة عشان ما نسيبهاش وآآ نغلط يبقى دي كده اخر غرزة اللي هي الغرزة العشرة هشتغل فيها برضو غرزة حشو في الحلقة الخلفية بالشكل ده وهاجي هسيب الغرزة اللي بعد كده والغرزة اللي بعدها يعني هسيب غرزة والغرزة اللي بعدها هقفل كده بمنزلقة طبعا زي ما احنا اتفقنا في الحلقة الامامية وهاجي ارجع كده بنفس الطريقة في كل غرزة غرزة حشو في الحلقة الخلفية انا هكمل كده بنفس الطريقة. الرقبة بتاعة هشتغل كده رايح جاي. في كل الغرز لغاية لما اوصل للجنب التاني عند الغرزة اللي في النصف. والفراغات اللي هي واسعة دي اللي ما بين الغرز. آآ بنقفلها بعد كده عادي ممكن بابرة التنظيف عشان ما تبانش. هي كده كده اصلا كمان مش هتباني ان هو هيبقى متني كده. بس احنا آآ لو حابين نقفلها بابرة التنظيف بخياطة عادية ممكن آآ نقفلها. هكمل كده وارجع لكم. انا كده وصلت لاخر سطر. واشتغلت عشر غرز آآ حشو في الحلقة الخلفية. هسيب غرزة وهقفل في آخر غرزة هنا اللي هي الغرزة اللي في النصف آآ عند الركن. في الحلقة الامامية كده برضو. واقفل بغرزة منزلقة. وهيبقى ده شكل الرقبة معي. اهو. هنتنيه كده. اهو. هيبقى ده كده شكلها. هبتدي ان انا اقطع الخيط. اهو الشكل ده كده. هيبقى ده كده آآ شكل سويتر. فاضل برضو اخر حاجة ان انا هعمل برضو آآ لسان تاني زي ده بس اصغر منه آآ شوية هنا. علشان خاطر آآ برضو يعدي من تحت الرقبة بتاعة القطة. هنيجي برضو نعمل آآ لسان زي ده بس اصغر شوية هيبقى عند الرقبة. بس يبقى ناخد بالنا برضو ان هو هيبقى في نفس الاتجاه بتاع اللسان اللي احنا عملناه. هنعمل اللسان التاني. هنا دول الثلاث آآ غرز عمود بلفة اللي عند الرقبة. هندخل من عند اول عمود هنا. اهو نخليه ده. ونسحب الخيط او نوصل الخيط الجديد. وهنرتفع غرزة سلسلة. وفي نفس الغرزة هنشتغل غرزة حشو. بالشكل ده. والتلات غرز اللي ورا بعض. هنشتغل في كل غرزة غرزة حشو. يبقى التوتل هيبقوا اربع غرز حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. وارتفع غرزة سلسلة. واقلب الشغل الناحية التانية. وهشتغل في اول غرزة غرزة حشو. وفي كل غرزة هشتغل غرزة حشو. هشتغل كده. رايح جاي كده غرز حشو. لغاية طبعا لما آآ توصلي للارتفاع اللي انت عايزاه. هنعمل برضو عروة زي اللي احنا عملناها. آآ طبعا انت بتعملي بقى الارتفاع ده على حسب آآ الجزء بتاع السدر بتاع القطة. آآ طبعا بيختلف بقى من آآ من مقاس للتاني. فارتفع كده بنفس الطريقة. لغاية المقاس اللي انت محتاجاه. وهرجع نعمل العروة مع بقى. انا كده وصلت للارتفاع اللي انا عايزاه. بعد كده هبتدي اعمل العروة آآ بتاعتي هرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية وهشتغل هنا في اول غرزة غرزة حشو. هسيب الغرزتين اللي تحت هنا وهرتفع مكانهم غرزتين سلسلة. هسيب الاتنين اللي تحت وهشتغل في اخر غرزة غرزة حشو بالشكل ده. وهرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية هشتغل في اول غرزة غرزة حشو. الفراغ بتاع غرزتين السلسلة هشتغل في غرزتين حشو. واخر غرزة هنا هشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده كده. اهو. وابتدي اقطع الخيط. بالشكل ده. وهبتدي اشتغل آآ حرف حوالين اللسان ده كده. هدخل هنا. اوصل الخيط بالشكل ده. وهرتفع غرزة سلسلة. وهعتبر ان دي غرزة منزلقة. وهدخل هنا. اشتغل غرزة حشو. وعند السطر ده غرزة حشو. هنعمل زي اللي عملناه قبل كده. وهنا غرزة حشو. وعند السطر ده كمان غرزة حشو بالشكل ده. انا كده وصلت لنهاية اللسان. اشتغلت هنا غرزة حشو. هاجي هنا عند الركن هنا. هشتغل غرزة منزلقة. كمان الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة منزلقة بالشكل ده كده. اهو. يبقى ده شكلها. وهنهي. الشغل. الشكل ده كده. واسحب الخيط. وهنضف آآ الخيوط دي. وارجع لكم نركب الزراير مع بعض. فاضل اخر حاجة ان انا اركب الزرارين هنا عند آآ اللسانين. اللي هو ده عند البطن وده آآ تحت الرقبة. طبعا هنحتاج آآ زرارين خشب. اهم. وانا آآ عملت لضمت الابرة التنظيف. او اي ابرة انت يتخياطي بيها. وهنيجي هنا هنحط الزرار المفروض هنا قدام العروة. ويبقى هنا في النص. بالشكل ده كده. وطبعا هنخيط الزرار عادي بقى خلص. نصيب فتلة طويلة. ونخيط كده. وهركب الزرار التاني بنفس الطريقة. هركبه هنا. بالشكل ده كده. وارجع اوريكم الشكل النهائي للسويتر هيبقى عامل زي. ده كده شكل السويتر النهائي. اهو ركبت الزرارين. وده كده هيبقى شكله. هيتقفل هنا. بالشكل ده كده. طبعا تقدري تنفزيه لاي مقاس انتي آآ عايزاه سواء آآ لقطة او ممكن كلب اللي هم بيبقوا حجمهم صغير. اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم. يبقى سهل عليكم. آآ ويا ريت اللي بشوفني الاول مرة ما انساش يا من سبسكرايب للقناة ويفعل زرار الجرس عشان يوصل لكل الفيديوهات الجديدة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. شكرا واشوفكم في فيديو جديد مع غرزة اشتركوا في القناة